أنا قلت في المقدمة حاجة ليه علاقة بفكرة أنه إحنا سعب من اليأس كده بنستسلم ونروح ندور على الطرق السهلة في التعارف ودي بتبقى أدوات للناصب للأسف إزاي بقى سيدنا نقدر أننا نوسع دايرة معارفنا من غير ما ندخل تحت طائلة الناصب دي طيب اسمحيلي إننا الأول أكد كلامك في خطورة هذه الظاهرة ونقش إزاي نتعرف مع بعض أول ملاحظة هي خطورة أن بيانات تروح لمجهول عبا عبا لما حاجة أشرت تاني ملاحظة أن أنا أتقابل مع مجهول ولا أضمن هي خلفياته ولا أسرته بشكل أو آخر النقطة الثالثة مين قال أن الشخصية دي توفقك وإنت توفقيه هم اللي حاكموا هم يعرفوا طبعه ولا بيبنوا الكلام ده على بيانات أنت جامعية هو جامعي أنت من أسرة غنية هو أسرة غنية إنما هل هم عرفوا طبعه إيه وكتب عن سلبياته إيه طبعا فأنت هتروح تقابل مين وحتسأل عنه إزاي اللقطة الأخرى الأخطر بقى أنه كل ناس نصبين حيشهروا بكي وينشروا معلومات عنك ويقاب تزوكي بشكل أواخر ومع ذلك أنا عايز أعمم شوية التقارب من خلال السوشيال ميديا ينتج عنه في الغالب زيجات فشلة صح؟ أنا دايماً أقول ما تبدأش تتعارف من خلال السوشيال ميديا اتعارف وجهاً لوجه وابن العلاقة من خلال السوشيال ميديا أو من خلال وسائل التواصل المتعددة لأنه لو بداية التعارف من خلال السوشيال ميديا كل واحد بيحاول يتكلم بالطريقة اللي تبسطك وبيقدم نفسه بالطريقة اللي تقنعك بس هل هو دا الواقع؟ ويحبي يقولك اللي تحب تسمعيه واللي يبسطك وانت بتسمعيه صح فتتعلقي بيه وتحبيه بناءً على اللي بيقوله ومش بناءً على المعاشر ولو ارتبطت عاطفياً بناءً عن اللي قاله وبعاكده اتعملت معاه عن قرب بتلاقي العقل ملغي تماماً لأنك ارتبطت به على مدى شهور دي نقطة النقطة الأخرى حتى بالنسبة لولادنا اللي بدأوا التعارف من خلال المعاملة المباشرة وبيكملوا التعارف من خلال السوشيال ميديا احترسوا جداً السوشيال ميديا عبارة عن أنتو الاتنين في غرفة مغلقة بتتخيلوا كده وقد يؤدي الأمر إلى أن يبقى فيه تصرفات غير مقبولة وطلبات غير مقبولة وتحت تأثير المشاعر والعواطف والكلام المثير ممكن نتصرف بطريقة تدرنا جداً هو بعد شوية حيسبني وعنده متسجل صور وتصرفات بيجلنا بعدها مدمرين نفسياً أعمل إيه فيولاد يخلكوا حرسين مع التعامل مع السوشيال ميديا أي كلمة قالت أي صورة خرجت أي موقف تسجل هو بقى العالم كله بقاش للشخص الوحد دي ملاحظة الملاحظة الأخرى هل من مدائل ما احنا أولادنا غلابة وبناتنا غلابة يعملوا إيه ما فيش فرص زواج العلاقة والتفكير في الشخص المناسب ما يبدأش في سن الزواج يبدأ في سن مبكر بمعنى إحنا قدامنا فرصة من خلال الكنيسة والانتظام في الكنيسة واجتماعات الكنيسة ما بقولش الأدسات الأدسات بتبقى تشمل المجتمع كله إنما اجتماعات الشباب اجتماعات الشباب فيها كم كبير من ولادنا وبيتعرفوا على بعض مؤتمرات الشباب اللي بتنظمها كانت أسكوفيت الشباب وأرجو أن يستمروا في هذا الأمر اللي بتجمع من كل البلاد وبتجمع من كل الكنيس فترة تعارف في إطار روحي مسيحي ناقي وخاصة إن دائما المؤتمرات دي بتقول في النهاية إلى ورش عمل مجموعات صغيرة بيقربوا من بعض وبيتعرفوا على بعض نقطة أخرى من أول يوم في الجامعة اجتماع الأسرة الجامعية أما أقول أسرة صيدلة فقد تجمع أكثر من جامعة وأكثر من بلد وأكثر من حي فدي فرص التعارف المبكر ووجود علاقة نقية بوقت مبكر ما تديش تهميلي في نفسك وفي علاقتك بربنا وبكنستك وأنشطتها المتنوعة ودي لوقت تقولي مفيش حد تقدملي طب أنت قفل عن نفسك الدايرة وفي الآخر تخشي في السوشال ميديا المدمرة جدا للعلاقات عشان كده بنتي نصيحتي لكل بنت دوري على أنشطة الكنيسة وانخرطي فيها من سنة مبكر وما تروحيش للساكة كل برة وبعيدة عن الكنيسة احنا كده يعني تكلمنا بمنتهى الوضوح عن خطورة الارتباط من السوشال ميديا ولو حد بالفعل بدأ في ده يعمل ايه وازاي أنا حتى وانا شابة لسا صغيرة أعمل نفسي وسط آمن أقدر أن أنا أرتبط منه بعد كده ده للبنات وللولاد ستيني نانسي وأحيان بناتنا بيصدروا صور النفسهم سيئة جدا في مظهرها في لبسها يعني حتى ولادنا وبناتنا اللي ممكن بيحطوا صورهم على وسائل التواصل المتعددة يعني بنتي أنا صورة انت حاطرة وانت بفرح وانت بشارة بتعمل ايه ولو انت على البحر أنا هسألها سؤال هو انت حتى صورك على سوشال ميديا بلبس البحر ده أكدنك ماشي في الشارع بلبس البحر بالضبط ينفع لا طبعا لكل مكان ليه لبسه فليتحطيه للعلن خليك حريصا شكرا كسيدا